وقت الدروس مش عايزة حد منهم معانا ماشي طب أبوكي دافع في الأكل ده عشان تنطمسوك اللي عدا جوا دي لو أكلتنا لقمة هتشرطنا عليها بقية العوم الطميني بابي هو اللي دافع دلوقتي ركيزي معايا وعملي زي ما أنا هعمل ماشي هنمسك السكينة كده والشوكة كده نقطع حدة اللحمة كده ونأكلها كده عادي جدا سهل جدا يلا ور يلا ماشي بسم الله الرحمن الرحيم انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ ماشي انا قلتلك ركيزي معايا وعملي زي هو أنا عملت كده؟ يا اختي حاني هنصور فيلم انا بحب اللحمة بالعيش لما تبقى تسافري بترجعي تبقى تاكل زي ما انت عايزة ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي أنا مفهوم؟ مفهومة ست القبي فضل هنمسك السكينة بإدنا اليمين والشوكة بإدنا الشمال نسبت حدة اللحمة كده ونقطعها كده وبعدين نروح أكلنها كده عادي جدا سهل جدا يلا طب انا هاكل بقى ده يا الشمال استغفر الله العظيم يا رب طب ليه كده طيب ودي نوية جننيني مش انا قلتلك لما تبقى ترجاعي من السفر تبقى تعملي اللي انت عايزة واستغفر ربك زي ما انت عايزة يلا انه بنت حتشوينا في نارجو هنم شاوي كده ايه ده ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا حاضر هنا كده صح؟ برافو عليك ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ لسبور ايه بقى استغفر يا نوية؟ طب ما سهل يا حوار الشوكة والسكينة اهو عاملالك حوار ايه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتي ده؟ قلتلك اعملي زي ما انا عملت يلا يا كوريا والنادي ياختي انت زهقتيني طب تصدقي؟ اهو ريتا ريتا بعدين بقلي ما نتعلم الحاجات دي بقى قبل موقع موسيقى 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 عالفوق عالفوق عينيكي بتبص قدامك مش عمالة تتلفت يمين وشمل زي البورس رجليكي مقفولة ايه ده؟ رجليكي مقفولة ازاي؟ مقفولة كده؟ كده هو ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصورة ومين قالك توقفي كده؟ اوقفي زي اه هو؟ كده كده هو؟ يعني تقريباً يا بيت انا كل ده هبل بالنسبة لي اساس طب خذيك كبير اتي عارفة ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء الواحدة وما بتكابلش؟ والله بسم الله ما شاء الله وتعليمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق محطة ام المصريي ليه انا معارف هناك يعني يا اهلا وسهلا يا مرحب ارحب بيك يا فاني مرحب يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله العظيم تلاتة بالله العظيم تلاتة السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير وبيقول لي ناس افاضل الله يخليكي حك حضراك بقى والد ومش كده؟ لا والدي تعيش انت دعم شكري زي والدي يعني كبير بطن البقر عندنا في المنطقة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا بيتي يا هاجري انت جايبه لنا ده؟ شاي؟ احنا عايزين الشربات شربات الارسام يا بيت اه؟ خشيكو دلوقتي يا هاجر حاضر يلا فضالي فضالي يا هاجري فضالي يا زينة بسم الله ما شاء الله ادبيه واخلاك ايه؟ كيف بيوت الصعيد عندينا؟ ربنا يحميها الشباب والاخ سايد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكة؟ حرصه وصينه بسم الله ما شاء الله عليه عقبال ولادك وولاد امة محمد صلى الله عليه وسلم بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي وفي ايه حاجة كبيرة بيغني من غير مقرفون حنجرته من لعلعة ان شاء الله بس انا ما عرفوش وما شفتوش غير المرة اياها بتاعت الفرح حضرتك بقى قطي الشباب بقى واحنا هو جايين من البابة هو حضرتك لا مش هو لا لا هو انت مسمعتش الغنيوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا ومشى التكاتب كلها تغنيها وفي التلفازيونات والردجوهات مسمعتاش ولا يغنيه لوات حتة حسن افتكرنا بالميس عليه يلا والا لا 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 خلاص 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 ملوش لزوم اصلا اختي لأنيسة هجر كانت قالتلي يعني ان الاخ هسايد عنده عربية مشروع كبدا واسجق هيوا جزده على عربية كبدا جي يا اختي كبدك ايه واسبالك ايه وهبابك ايه واسخماك ايه انت عارف مكتش بتجيب لينا اكتر من خمستاشر عشرين جنيه في الشهر دلوقتي ابني سوكة ما شاء الله النقطة بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله كباريه كباريه؟ ليلة مين؟ ليلة مين؟ انا ما اعرفش لليلة ولا ساعدية هو كباريه ايه في ايه؟ اصد اصد امي ولسا تشكر حالك لنا شغالة في مطعم استراني يعني حاجات اكل تزاقات وحاجات دي كده يعني تصدق بالله ابني ده انظف واحد في الدنيا كله مهني معتبر ومشهور ومحترم بيشتغل في كباريه محترم انت عارف لما البيرة تمشي قدامه كده ولا بيعبرها يقول لي ياما اقول لي يا واد هي البيرة دهية شكلها ايه؟ لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر ياما اقول له مع ان هي صافرة بس هو ما ببقاش عارف يا عين انت عارف الخمرة دهيت بقى ملعلطها قدامه كده هو ولا يعبرها انت عارف البنات الموزز اللي هم دي بقعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجالة يعني ويشربوا معهم الخمرة والكلام الحاجات دهية هو مؤاد ولا يهبوا ولا بيعبروا لا مؤدب محترم من البيت للكبريه ومن الكبريه للبيت عشان كده هوت ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهاردة علشان خطر نطلب ايد اختة حضرتك الست هاجر لابني المحترم ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا ايه رأي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصي ده واي حاجة الجواز ده يسمعه نصيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة